منطقة بنجردان تقع في الجنوب الشرقي من تونس يقارب سكانة ثمانين ألف نسمة وهي تقع ضمن محافظة مدن المجاورة للحدود مع ليبيا بطول سبعة وتسعين كيلو مترا هجوم بنجردان نفذه المتطرفون على ثكنة عسكرية تابعة للجيش في ضواحي المدينة ومركز للشرطة داخل المدينة ومركز للحرص الوطني بعض العناصر الذين شاركوا في الهجوم هم من سكان بنجردان فيما كشفت السلطات وجود خطة لتحويل بنجردان إمارة لداعش تونس التي تربطها حدود طويلة مع ليبيا بطول خمسمائة كيلو متر تحركت وأغلقت معبرين مع ليبيا هما رأس جدير والذهبة ويقابل بنجردان على الجانب الليبي مدينة صبراتة التي استهدفتها غارة أمريكية قتل خلالها عشرات تونسيين من أبناء المدن المجاورة لبنجردان ويعرف عن صبراتة أنها تشهد انتقال عدد من المتطرفين من الجانب الليبي إلى داخل الأراضي التونسية